مين اللي استفاد مين اللي طلع كسبان من الازمة كلها اللي حصلت دي انا رأيي الشخصي انا كامير عبد الحليم ان مفيش حد طلع كسبان في الازمة دي ليه لان حنفسص الاطراف بتاعت الازمة طرف طرف الاهلي كان بيان واضح وهو عدم خوض اي مباريات قبل مباراة القمة طيب وبناء عليه الاهلي كان رفض يلعب ماتش الجونال في الجولة الخامسة لان مباراة القمة المؤجلة كانت في الجولة الرابعة طيب النهاردة اتحاد الكورة اعلن تأجيل مباراة القمة لانهاية الدور الاول من الدوري طيب معنى كده الاهلي هيفضل مالعبش ماتشاط او هيفضل منسحب من كل مباراة الدوري لحد نهاية الدور الاول لا ده طبعا مش هيحصل اللي حصل دلوقتي او القرار الاول اللي تم اتخاذه وهو بناء على طلب الاهلي هو تأجيل مباراة الجونة لكن الطلب الاساسي للنادي الاهلي وهو خوض مباراة القمة في خلال الشهر ده الطلب ده طبعا بناء على الخطاب اللي بعثته وزارة الشباب ورياضة ناردة للتحاد الكورة تم تحديد معاد لمباراة الكمة في نهاية الدور الأول يعني رجعنا لللي كان بيحصل في الكام موسم اللي فاته بان مباراة الكمة بتتلاعب في نهاية الدور الأول من الدوري ونهاية الدور الثاني الأرعى الموجهة زي ما احنا بنقول طيب مين الطرف الثاني في الموضوع؟ الطرف الثاني في الموضوع اتحاد الكورة اتحاد الكورة هل طلع كسبان من الأزمة دي؟ بالعكس اتحاد الكورة اكتر طرف طلع خسران من الأزمة دي ازاي؟ اتحاد الكورة او اللجنة الخماسية اللي كانت من المفترك جاية تصلح الأمور وجاية تنظم مسابقة دوري محترمة بعد المهازل اللي شفناها الموسم اللي فات كانت مفروض بدايتها بتقول على لسان طبعا المسؤولين ان ما فيش موضش هتأجل فيه ولو حتى خمس دقايق وان المواعيد المعلنة من قبل بداية الموسم والملاعب المعلنة من قبل بداية الموسم هي دي اللي هتكون سريع على جميع الفرق لحد نهاية الموسم وده ما حصلش وما حصلش من امتى من الجولة الرابعة اول حاجة مباراة القمة تأجلت رغم ان الملعب المحدد لها استاد الكاهرة لكن كان فيه طلب او كان فيه اقتراحات بناء المباراة لستاد بورج العرب واللعب بدون جمهور لان الامن في الاساس كان رافض اقامتها فهنا كان فيه مشكلة هالي اتحاد الكورة اصلا نصك مع الامن بخصوص مباراة القمة قبل بداية الموسم اشك طبعا طيب النهاردة بعد مش النهاردة اللي هو النهاردة يعني وقت تأجيل مباراة القمة واعلان ان الامن طلب تأجيلها لاجل غير مسمى اغلب الاندية طلبت بتأجيل الجولة الرابعة بشكل كامل اتحاد الكورة اصر على موقفه لا وكمان قرر تقديم مباراة الزمالك والمقولون العرب علشان تتلاعب يوم السبت علشان اتحاد الكورة كأنه بيقول للناس يعني انا مش تابع لحد او انا مش بنفذ طلبات رئيس نادي الزمالك والحقيقة ان دي كانت فتحة صدر اوفر شوية ومش مطالب بيها الخبرة بتقول وده جاي من طلبات الاندية ان الجولة الرابعة ككل كانت تتأجل وتتلاعب هي مكان الجولة الخامسة وكانت مباراة القمة يتم التنسيق مع الامن انها تتلاعب بعد مباراة الزمالك وجنرسيون فوت فبالتالي ما يبقاش فيه نوع من انواع الانحياز لطرف على حساب الآخر وفي نفس الوقت هتدخل قبل كأسهم الافريقية وكل الفرق لعبة نفس العدد من المباراة فبالتالي اتحاد الكورة ساءت تصرف بشكل كامل في الازمة دي الحقيقة اتمنى ان الازمة دي تزود من خبراتهم اتمنى ان الازمة دي تكون الاخيرة في مسابية الدوري وان كنت شك لان طبعا اللي حصل ده هيفتح باب تتير من الطلبات من الاندية في خلال الفترة المقبلة اي نادي هيكون له رغبة في تأجيل مباراة اعتقد ان في الاول كان بيبقى فيه نوع من انواع يعني ايه الخوف شوية في الجولات الاولى لان محدش كان لسه عارف مدى الصرامة اللي وصل لها اللجنة دي لكن دلوقتي هم اغلب الناس او اغلب التعليقات جاية سلبية ان اللجنة دي مش مختلفة عن المجلس السابق وطبعا احنا عارفين كان بيحصل ايه في الدوري السنة اللي فاتت مع ما عمعت بقى مطشاط دور الابطال والكونفدرالية والبطولة العربية ده هيفتح باب اكبر من المطالب بتأجيل مباراة هنشوف ان فيه اندية كتيرة حتى لو مش مشاركة في البطولات دي برضو هي كمان بتطلب بتأجيل مباراة اعمالا بمبدأ تكافه الفرص هنشوف اتحاد الكرة هيتعامل ازاي في ازمات مشابهة لكن في النهاية علشان نبقى عادلين في حكمنا في اتحاد الكرة طلع الطرف الخسران الاكبر في القصة دي طيب الطرف التالت واللي هو فعليا مش طرف في الازمة الزمالك الزمالك من المفترض انه كان حيلعب ضد الاهلي يوم السابق وطبعا من المفترض برضو ان اغلى من الناس كانت الاهلوية كانوا متحمسين جدا للمطش ده لان الفرقة فرقتهم الاهلي في اعلى مستوى ليها وزمالكوية يعني كان فيه شوية قلق كده لان الزمالك كان لسه متعادل مع نادي مصر والاداء مش قد كده فبقى فيه نوع من انواع الالاء وحتى كمان علامات الاستفهام على اداء بعض اللاعبين وميتشو تأجلت مباراة القمة حنقول انها لمصلحة نادي الزمالك وفي النهاية الزمالك لعب مباراة المقاولون العرب بدلا من مباراة القمة وفاس بيها فالزمالك كان كسبان لحد دلوقتي تأجيل طبعا مباريات الدوري في كل الاحوال كده ولا كده الزمالك ما كانش حيلعب الجولة الخامسة لانه لعب ضد المقاولون خلاص في الجولة الرابعة وكمان عنده ماتش جنرسيون فوت فالزمالك يعتبر يعني مستقم مفيش حاجة حصلت في صالح الزمالك او مفيش حاجة حصلت غير في صالح الزمالك يمكن تأجيل ماتش القمة الفترة بعيدة يكون في صالح الزمالك بعض الشيء ازاي؟ ان الزمالك دلوقتي هيبتعد عن مباريات قوية بحجم مباراة القمة لحد نهاية الدور الاول هيكون حتى كمان شكل الفريق وضح في مباريات دوري ابطال افريقيا هيكون شكل الفريق وضح ما عميتشو في مباريات الدوري فهو مش هيلعب الاهلي اللي كان فاقوى حالة لي في المقابل الاهلي حيفضل فترة طويلة جدا من غير خوض مباريات فهل ده هيأثر على المستوى الفني والبدني اللعيب الاهلي الله اعلم انت هتضطر تستنى شهر كامل لحد ما تشوف الاهلي تأثر سلبا ام اجابا بقصة تأجيل الدوري اشتركوا في القناة